والمزيد معي في الاستوديو حسام شاهين هو مسؤول شركات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أهلا بك سيدي بداية هل لك أن تعطينا فكرة أكثر عن مبادرة الزكاة ولماذا زكاة وليس تبرعات مئة بالمئة أول شي رمضان كريم والناس للناس برمضان الفكرة كلها أنه في طلب كثير كانت خلال السنوات الماضية اللي نشتغل فيها على موضوع مساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم وخصوصا في منطقتنا بالشرق الأوسط اللي هو موضوع كثير كبير ومشكلة كثير شائكة كان في كثير طلب جاي من المتبرعين ومن المساعدين ومن الناس عم بقولوا كيف نساعد أكثر هل فينا نعطي زكاة هل فينا نعطي صداقتنا فكان هون البحث عن طريقة آمنة وطريقة فعالة كمان عبر المفوضية للسامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنكون وكيل شرعي إذا بدك لا توصيل الزكاة وهذا اللي وصلنا له بشراكتنا مع طابة مثل ما ذكرت حضرتك شوي فالمفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صار فيها تسلم الزكاة اللي بتستلمها من المزكين توصلها مباشرة للمستفيدين على شكل مادي أو على شكل مساعدات مساعدات نقدية يعني نحن عمل ساعة بالزبط موضوع المساعدات النقدية بالتحديد اللي هو في الأردن وفي لبنان في الأردن بلشنا لأنه كثير الموضوع متطور يعني ببصمة العين إن كان في الأردن ذكرتها 174 دولار تقريبا بالشهر المتلقي للزكاة بس بحط بصمة العين عبر الاتم ماشين أو صراف الآلي ويستلم النقد وهذا كمان بوفر الشفافية بوفر أنه ما فيه ما فيه دوبليكيشن أو ما فيه والمسجلين بالمفوضية لأنه في آخر فترة كان في لبنان في مشكلة أنه العديد من الأشخاص قالوا بأنه تم إلغاء أسماءهم من المفوضية فما بعرف إذا فيه مشكلة بهذا الموضوع أو لا بس موضوع تاني منحكي فيه بس عندي قضية الزكاة لأنه موضوع كونه فيه منصة إلكترونية هل فيه استفسارات موجودة الإجابة عن أي استفسارات خاصة الدينية موجودة فيه إمكانية للتواصل مع الناس اللي معرفة التفاصيل أكثر عن ذلك؟ بس لألمس على موضوع التسجيل هو 100% الأشخاص المسجلين والأشخاص يلي أصلا تم المقابلة معهم والتأكد بأنه هن المستحقين لموضوع الزكاة فهذا نقطة أولى وبالنحية تانية أكيد نحن على زكاة.unhr.org عندك كل الفتاوى الدينية الموجودة يلي هن خمس مصادر دينية وكمان فيه Q&A أو أسئلة وأجوبة عن نفس الموضوع ونفس الوقت إذا أي شخص عنده أي استفسار فيه فوت على التقارير يلي نحن عم نصدرها بشكل فصلي على موضوع الزكاة ونفرج بالضبط وين المصاري أو التبرعات عم تروح وخليني ألفت نظر المشاهدين كاميل شغلة كتير مهمة 100% من التبرعات بتروح للمتلقين يعني إذا شخص عطى 100 درهم أو 100 ريال أو 100 دولار هيدا الفلوس دغري بتروح 100% للمستلم ولا ينقطع منه أي شيء لأي مصاريف إدارية أو أي مصاريف جميل طيب نص مليون خلال الأسواع الأول صح هذا هو كان متوقع الرقم ماذا تتوقعون قدير رح تستمر المبادرة الحاجات كتير كبيرة يعني للأسف يعني إذا عم نحكي عن مليارات إذا عم نحكي عن وضع السوري لحاله ولكن نحن بشهر رمضان ارتقينا أنه لأنه برنامج جديد لنا بدنا نستهدف مساعدة 6000 عينيين اللي هن الأكثر عوزا والأكثر حاجة للمساعدات والمتألفين أكثر من نساء وأطفال بهذه الحالة وما فيهم رجال بيكون العائلة فهي دول العائلات عشان هيك لنا 6000 عائلة فنطمح لأنه يعني لتوفير مساعدات خلال رمضان لستهدف عائلة هل هناك رقم معين بتتأملوا أنه تحصلوا عليه أو لا؟ 12 مليون دولار من هون لأخر رمضان وأملنا كبير بعرف المبلغ مش كتير كبير بعده هلا ولكن أملنا بالفاعلين الخير وعشان هيك اليوم نحن معك دعوة للناس لحتى يلي حابب يعطي صادقته أو زكاته عبر المفوضية أو غيرهم عبر المفوضية فيهم يزوروا زكاة.uncr.org زكاتي أندرسكور للاجئين هي الهاشتاغ وفيهم يعرفوا كتير تفاصيل عن الموضوع ونحن موجودين لأي استفسارات طيب وإحنا بدي أسأل سؤال لما عم ندفع إحنا 174 دولار هذا يكفي للعائلة أنه تعود شو؟ خمس أشخاص نحن عم نحكي عن تقريبا عم بيوفروا أكثر من نصف حاجاتهم خلال الشهر نحن عم نحاول نكون قد ما فينا يكون في مساواة بالمساعدات عشان هيك هذا المبلغ لأنه في عندك يعني 60 ألف عائلة من هون لآخر السنة بحاجة لمساعدات و30 ألف عائلة منهم بالأردن على سبيل المثال قد ينقطع عنهم المساعدات إذا ما وصلنا للمبالغ المرجوة فعم نتطلع بأهل الخير بالنهاية عم نحاول نكون قد ما فينا فير أو يكون في مساواة بالمساعدات بس خمس أشخاص من عائلة يستفيدوا من المساعدات النقدية للغذاء للصحة للدواء وهي موجهة لأهل الخير للكم مشاهدينا على كل حسام شاهين مسؤول شركات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شكرا جزيلا لك كل التوفيق شكرا ستنا